الملف التاني اللي معايا النهاردة مثير اتكلمت عنه قبل كده في هذا المكان وقلت لحضراتكو انه قناة بنما نتيجة التغيرات المناخية جفت البحيرة الاساسية اللي بيتم فيها عملية التناول والتداول والمرور البحيرة الميا فيها قلت فالمراكب حمولتها العادية المعتادة ما عليش ينفع تدخلي لانه بيعملوا عملية ملء للمياه ثم عملية تفريغ ثم عملية بيسموها عملية الرفع بالهويس الاهويسة قدام حضراتكو اهو الفيديو اهو اللي احنا قلناه قبل كده ياريت نرجعه بسرعة اهو اهو البحيرة هي دي البحيرة كل الميا دي بالبحيرة ودي عمليات بالهويس بتطلع اهو وبتطلع فيه البحيرة برضو اهو بيبدأ ينزلها تاني بنظام الاهويسة القناة بتضرب النظام الاهويس اهو شايفين دي البحيرة هي فهو بيطلع بيطلع البحيرة فوق اهو بيطلع كل هذه المسافة اهو صعود اهو كم متر سروة المياه الارتفاع دوت رجعه لي كده بسرعة انا قلت له المرة فاتت اهو صعود زي سلم اهو سلم هيدروليكي لكنه اهو نظام الاهويسة ودي البحيرة بيعدي وبعدين ينزل تاني بيفضل ميا وينزل تاني اهو بنظام معقد جدا وعملية هندسية يعني اه ربما يعني بتوصف بانها افضل عملية هندسية في القرن العشرين امريكا عملوها اهي طيب الميا بتجي من فين بقى في اللج دي البحيرة دي بتجي منين الميا بتجي من المطر بتجي من المطر الناس كدير الجبل اهي الميا بتنزل هنا بتروح جاية فيه متجمعة فيه البحيرة يعني في المرتفعات دي في بنما الميا بتنزل وتنزل على المسارات والانهار بتتجمع كلها فيه هذي البحيرة البحيرة الميا ما عارتش بتنزل المطر ما عارتش بينزل عالجبل فما عارتش بتنزل الميا على البحيرة قلت وما حصلش هذا الجفاف او هزي النضرة من 154 سنة فالميا في البحيرة قلت فالمراكب المراكب ما بتعديش قلتهلكم قبل كده القصة دي ما انت عايز تقول ليه بتعديش هذاني ليه لانه النهاردة اعلنت هيئة قناة بنما انه اللي عايز يا عبدي هنعمل مزاد ايه المزاد قالك مزاد اللي عنده حملته مستعجل عليها هيدفع اكتر يعني قد ايه يعني كم دولار يعني 100000 200000 قد ايه عشان نعدي المركب كل يوم بتكلف قد ايه قالك وصلت الفيزيتة بتاعة العبور 4 مليون دولار غير الرسوم العادية كم 4 مليون دولار وصلت في حد دا الاقصى من 2 مليون 2.5.3.5 لغاية اقصى حاجة 4 مليون دولار عشان ده مزاد ده مزاد مزاد رسمي على فكرة مش رشوة مش تحت الترابيزة لا اللي عايز يعدي يدفع اللي عايز يعدي يدفع المراكب بعد ايه اه صروت هات الخريطة اللي فعل مراكب منتظرة برا ايه بص يا جماعة دي بلومبرج اهي دي بلومبرج بتقول ايه اهو اه المركب الواحدة عشان تعدي اهي اه 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 اتنين واربعة من عشرة مليون اهو عشان عشان تتخطط دور اهو اهو شايفين الصور ده يا جماعة كل دي مراكب المراكب دي وقفة بالدور اللي جاي اولا ويعد اولا طب اللي عايز المركب اللي هناك دي عندها اغزية مثلا المركب دي عندها غاز مساد المركب دي عليها زبادي عليها منتجات البان هتخسر او عليها ادوية لو وقفت اكتر مدة صلاحية بتعمل ايه هيخسر اتخرب بيته فبيضطر يدفع اهو المركب الواحدة اللي بتعد من قناة بنما تدفع اتنين واربعة من عشرة مليون دولار اه اه تسكيب دا لاين عشان تتخطى الدول تتخطى الدول انا بقول لكم المعلومة وبقول الخبر وبقول تدعياته عندي اكتر من زاوية المناخ مالوش كبير ارتفاع درجة الحرارة والجافات مالوش كبير كل الدول بتصب بيه لما احنا قطعنا الكرابة شوية الناس قالت كزا ساعتين الكرابة تقضع في اليوم قالك المشروع الوطن وايه والدولة فلست والحكومة فشلة والناس دي كدابة والاعلام بيطبل والدنيا خراب عشان ايه عشان ساعتين كهرابة تقطع قناة دا ما نشفت البحورة نشفت لانه ما فيش مناغ مش عيب عندهم في الادارة لحاج فعشان يعدوا وقالك نستفيد من الازم بكامل يعد يدفع اتنين واربعة من عشرة وصلت لأربعة مليون دولار احنا في قناة سويس لما وقفت ست ايام العالم كان هيتشل العالم كله كان هيتشل القناة وقدرت القناة تعمل بمنتهى الرقي مع كل السفن ودت لها كمان خصومات اهو شايفين شايفين اللي بلون دا كله اللغة تردو كل دا ايه دي مراكب واقفة دي من الاقمر الصناعي كل دي مراكب واقفة عشان تعد القناة اهي هنا في المنطقة دي في المحيط الهادي دا ولا الهندي الهادي ودي الهندي اهو الاطلنطي اهو اللي بيعدي من هنا يعدي هنا اهو اهو ودي بنما ادي مراكب واقفة ودي مراكب واقفة ودي المنطقة بتاعت العبور اهي اللي عايز يعد يدفع باختصار طيب انا بقول المناخ تأثير المناخ بقول ايضا التعامل الاحترافي وان مفيش عواطف في الموضوع اللي عايز يعد يتخطي الدور يدفع دا باختصار شديد جدا دا موضوع انا شايفه مهم وشايف ان احنا يعني يجب ان ننتبه اه والحمد لله الحمد لله وكل الخرفان والنعاج لما بتكلم على قناة بنما اعلاقت قناة بنما بقناة السويس والرجل الجهل اللي بتكلم واللي ما بعرفش اقرى لفكو الخط اللي بتكلم كل يوم بشوفه لكن عايز اقول انه لما انا بنوه على اللي بيحصل في قناة بنما عشان اكتر من زاوية عندي قناة هي المجر الملاحي الاول في العالم الاكتر امان انا بقول لك ورت لك العملية المعقدة الهندسية عشان اعدي المراكب من المحيط الاصلطي المحيط الهادي هناك في بنما وبقول لك قناة سويس احنا بنوسع وبنصرف وبنعمل وبنستثمر عشان يا جماعة نقول اهلا بيكم وعندي وعندي القافلة بتاعت الجنوب والشمال اللي بيعدوا وبوسع وبعمق وبعمل وفي الاخر الاقي النعاج والخرفان ولاقي البوم اللي بينعق والكلاب اللي تعوي والترعى بتاعت ام مش عارف واجد غنيم والترعى بتاعت محمود حسين واصل وطشط مش عارف مين كلام فارغ وتسخيف يحاول يخلي الناس في حالة مش عارف هو ايه ايه الموضوع اهو ترجمة نانسي قنقر